بعد صباح الخير أعيز أعرف من حضرتك أهم الطرق اللي من خلالها نقدر أن نحن نستغل طاقات الشباب في تنمية المجتمع طبعا حضرتك دايما بتكلمنا بالعلم وبتكلمنا بفنون الإدارة وبعلوم الإدارة وأعتقد الدولة المصرية أيقانت تماما أن ده قد يكون الحل الأمثل للتعامل مع كل الأضايا ومنها أضايا الشباب أهلا بيك يا دكتور صباح الخير أهلا بيك ربنا يخلي أنا بس هبتدي بحتة كده ليها علاقة بالإدارة يعني فيه كده عالم شهير جدا اسمه ماك كليلند كان بيتكلم على أنه الشخص عشان يبقى عنده نوع من الحماس محتاج ثلاث أنواع من الاحتياجات الحاجة للقوة أو السلطة الحاجة للانتماء والحاجة للإنجاز ولما نشوف دلوقتي اللي بيحصل في مصر إحنا بنده الشباب الثلاث حاجات دول الاحتياج للسلطة ظهر فيه من خلال تعيين مساعدين وزراء وناس فيه مناصب عالية في الدولة من فئة الشباب ده أول حاجة على المستوى الإنجازات إحنا بندهم الفرصة أنه هم يعملوا إنجازات فده بيعمل لهم نوع من التحفيز الحاجة الثالثة فكرة الانتماء أنه النقطتين الأولانين زودوا درجة الانتماء بتاع الشباب للدولة أنهم حسوا أنه الدولة بتوفرهم المناسب اللي هم من خلاله بيقدروا يبينوا إمكانياتهم والشباب طبعا كفئة بتتميز بحاجة مهمة جدا هي فكرة القدرة على التغيير لأنه لسه سنه صغير حاجة تانية الطموح الكبير حاجة تالتة القدرة على التعلم ودول الثلاثة أشياء اللي احنا دايما لما بنشوفهم في شخص بنقول إن الشخص ده أو شخص يعني ممكن بقاليه مستقبل كويس لأنه عنده قدرة على أنه يغير أي حاجة موجودة ولو احنا شفنا ليه الدولة مهتمية بالشباب هنلاقي إنه الشباب نجحوا في ثلاث مجالات مختلفة على المجال السياسي من خلال المناصب اللي احنا نكلمنا عليها المستوى الاقتصادي وده بان قوي فيه ريادة الأعمال اللي احنا شفنا شباب كتير جدا بيعمل مشاريع ومشاريع اللي نجحت والحاجة التالتة على المستوى الاجتماعي المشاركة بتاعة الشباب في الخدمة المجتمعية أو اللي بنسميها الـ CSR وظهرت كمان من خلال مشاركة الشباب بقوة في مبادرة حياة كريمة فالثلاث مستويات دول المستوى السياسي المستوى الاجتماعي المستوى الاقتصادي دول ثلاث أعمدة ممكن يطوروا أي دولة إن أنا بعندي فئة شباب بتتقلد المناصب السياسية وتوصل لأرفع المناصب ويفسرين صغيرة قبل الـ 40 قبل الـ 35 حاجة التانية إنه يكون عندي رواد أعمال من فئة الشباب والحاجة التالتة إنه الشباب ينخرطوا في الجزء الاجتماعي وبيعندهم القدرة على إنه هما يساعدوا المجتمع ويساعدوا مؤسسات الدولة ولو تاخد بالك يا شام عندنا أشكال كتيرة جدا يعني الإسكندر الأكبر بنى إمبراطورية عظيمة هو سنه قبل ما يوصل لـ 30 سنة نفس النظام لو شفنا واحد زي نابليون فالناس دي قدرت تعمل إنجازات عظيمة جدا وهما في سن صغير جدا وده اللي إحنا محتاجين إن الإعلام يركز عليه إنه ياخد النمازج النجحة دي ويبتدي يوصلها للشباب عشان يعرفوا إنه آه أنت ممكن في سن صغير وفكرة إن أنا لازم أبقى شعري أبيض عشان أبقى شخص ناجح خلاص دي فكرة اختفت تماما وما فيش مشكلة إن أنا أبقى مديري أصغر مني في السنة لأنه هو أكثر مني خبرة ومهارة